فضيلة الشيخ يقول السائل هناك من يجعل بين الأذان والإقامة للفجر من خمسين إلى ستين دقيقة فما حكم ذلك؟ ستين وخمسين تطلع الشمس هذا باطل، هذا عمل باطل ولا يجوز هذا هذا لا يجوز، هذا مخالف لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا يمكن يحب أنه ينام ويوجد لنفسه فرصة وأيضاً ما يجوز مخالفة المسلمين في البلد الناس صلىوا وانتهوا وهذا تأخر عنه ما يجوز الشذود والمخالفة نعم